السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الأولى مجالات الجاذبية واحد إلى واحد تمثيل مجال الجاذبية الجاذبية من الظواهر الطبيعية الموجودة على الكرة الأرضية وهي القوة التي تتسبب في جذب الأشياء نحو الأرض كما أنها المسؤولة عن إعطاء الأشياء أوزانها ولتوضيح مفهوم الجاذبية وتأثيراتها فإننا ندرس مجال الجاذبية وهي المنطقة من الفضاء التي تتأثر فيها كتلة ما بقوة الجاذبية وتمثل على شكل خطوط تسمى خطوط المجال وتبين لنا خطوط مجال الجاذبية أمرين واحد تشير الأسهم على خطوط المجال إلى اتجاه قوة الجاذبية المؤثرة على كتلة موضوعة في المجال ففي الصورة التالية فإن اتجاه قوة الجاذبية المؤثرة على الكرة الأرضية يكون باتجاه المركز 2- يدل التباعد بين خطوط المجال على شدة مجال الجاذبية فكلما تباعدت خطوط المجال عن بعضها أصبح المجال أضعف وكلما كانت مقتربة كان المجال أقوى تعد الأرض كتلة كروية منتظمة تقريبا ويعتبر مجال الجاذبية للأرض كما لو كان مجمل كتلتها مركزا في مركزها ويسمى هذا المركز بمركز الكتلة وهو النقطة التي يمكننا اعتبار إجمال كتلة الجسم مركزا فيها ولذلك تعامل الأرض ككتلة نقطية مهما ابتعد أي جسم خارج سطحها يبين الشكل التالي مجال الجاذبية الأرضية بالقرب من سطح الأرض ويتضح من اتجاه خطوط مجال الجاذبية داخل المبنى وخارجه أن قوة الجاذبية متجهة في كل مكان رأسيا إلى الأسفل حيث نلاحظ أن الخطوط متوازية وتفصل بينها مسافات متساوية تقريبا وهذا يدل على أن شدة مجال الجاذبية نفسها تقريبا في جميع النقاط داخل المبنى وخارجه وهذا الأمر الذي يجعل وزنك تقريبا نفسه في كل مكان ضمن مجال الجاذبية حتى لو صعدت مثلا إلى الطابق العلوي ونصف مجال الجاذبية بأنه شعاعي حيث تتباعد خطوط المجال شعاعيا كلما ابتعدنا عن مركز الأرض ومع ذلك فإن مجال الجاذبية الأرضية منتظم ضمن مقياس مبنى ما وذلك لأن المسافات بين خطوط المجال المتساوية تقريبا ونقصد بالمجال المنتظم هنا هو الذي تكون فيه خطوط المجال المنتظمة أي متساوية المسافة فيما بينها ومتوازية ولو أردنا أن نمثل مجال الجاذبية لكوكب المشتري أكبر لكواكب في النظام الشمسي فإننا سنرسم خطوط مجال الجاذبية بحيث تكون أكثر تقاربا من تلك التي على الأرض دليلا على قوة المجال قانون نيوتن للجاذبية افترض نيوتن كتلتين نقطيتين م كابيتل وم سمول تفصل بينهما مسافة R وكل كتلة نقطية تجذب الأخرى بقوة F ووفقا لقانون نيوتن الثالث للحركة فإن كل من الكتلتين تتفاعل مع الأخرى فتؤثر كل منهما على الأخرى بقوة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه أوجد نيوتن قانون الجاذبية والذي ينص على أن أي كتلتين نقطيتين تجذب كل منهما الأخرى بقوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما واستطاع نيوتن إثبات أن كرتين منتظمتين تجذب إحداهما الأخرى بقوة هي نفسها كما لو كانت كتلة كل منهما تتركز في مركزها بشرط أن تكون المسافة من مركز الكرة إلى مركز الكرة الأخرى أكبر من مجموع نصفي قطريهما ومن خلال قانون نيوتن للجاذبية نستطيع إيجاد القانون الرمزي كالتالي القوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلة الجسمين نعبر عن هذا المصطلح رياضيا فتتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلة الجسمين M capital و M small ثم القوة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة نعبر عنها رياضيا فتتناسب طرديا مع 1 على R تربيع وبدمج العلاقتين فإن F تتناسب طرديا مع M capital M small على R تربيع ولتحويلها إلى معادلة فإننا نضيف ثابت والثابت هنا G capital وهو ثابت الجاذبية فتصبح المعادلة F تساوي G capital M capital M small تقسيم R تربيع ونستطيع كتابة المعادلة بالشكل التالي F تساوي G capital M1 M2 على R تربيع حيث أن F هي قوة تجاذب باتجاه الجسم المنتج للقوة بوحدة النيوتن M1 و M2 هي كتلة الجسمين بوحدة الكيلوغرام R هي المسافة بين مركزي الجسمين بوحدة المتر G capital هو ثابت الجاذبية أو يسمى بثابت الجذب الكوني وذلك لأن قيمته ثابتة في كل مكان بالكون ويساوي 6.67 في 10 أسالب 11 نيوتن في المتر تربيع في الكيلوغرام أسالب 2 ونستطيع تطبيق المعادلة على الإجسام الكروية مثل الأرض والقمر بحيث نحسب المسافة من مركزي الجسمين ونستطيع تمثيل العلاقة الطردية بين القوة وأحد الجسمين كالتالي والعلاقة بين القوة والمسافة R كالتالي ونلاحظ من القانون النقاط التالية 1. عند زيادة حاصل ضرب الكتلتين إلى الضعف تزيد القوة إلى الضعف 2. عند زيادة كل من الكتلتين إلى الضعف تزيد القوة أربعة أمثال 3. عند زيادة المسافة إلى الضعف تقل القوة إلى الربع 4. عند نقص المسافة إلى النصف تزيد القوة أربعة أمثال وهذه بعض الملاحظات على القانون 1. كل من الكتلتين مهمة لأن وزنك يعتمد على كتلتك وكتلة الكوكب الذي تقف عليه 2. كلما كنت بعيداً عن الكوكب 3. فإن قوة يذبه لك ستكون أضعف 4. فإذا ابتعدت عن الكوكب بمقدار ضعف المسافة 5. فإن القوة تقل إلى الربع 5. وذلك لأن الخطوط تنتشر على مساحة أكبر 6. بأربعة أمثال مساحة السطح الابتدائي 6. لذلك فإن تركيز الخطوط سيتناقص إلى الربع 7. وهذا ما يسمى بقانون التربيع العكسي 7. نقيس المسافة من مركز كتلة أحد الجسمين إلى مركز كتلة الجسم الآخر 8. وكأننا نتعامل مع كتلة مركزة في نقطة واحدة 9. يجذب الجسمان أحدهم الآخر بقوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه 10. وذلك حسب قانون نيوتن الثالث للحركة 11. لذلك تجذبك الأرض بقوة تساوي قوة وزنك نحو مركزها 12. وأنت تجذب الأرض باتجاهك وبالقوة نفسها نحو مركزك 13. ولا يكون تأثير الجذب واضحا لأننا أصغر بكثير من الأرض 14. في حين يكون تأثير جذب الشمس على الأرض والكواكب الأخرى كبير جدا 14. أوجد مقدار القوة المتبادلة بين كرة كتلتها 0.2 كيلو جرام 15. وأخرى كتلتها 0.6 كيلو جرام 16. تفصل بين مركزيهما مسافة مقدارها 0.5 متر 16. نكتب معطيات السؤال 16. الكتلة M1 تساوي 0.2 كيلو جرام 16. والكتلة M2 تساوي 0.6 كيلو جرام 16. والمسافة بين مركزيه الكرتين R تساوي 0.5 متر 16. والمطلوب إيجاد القوة F 16. نكتب القانون F يساوي G M1 M2 تقسيم R تربيع 16. ثم نقوم بالتعويض 16. الثابت G يساوي 6.67 في عشر والسالب 11 16. ضرب 16. الكتلة الأولى 0.2 16. ضرب 16. الكتلة الثانية 0.6 16. تقسيم المسافة R 0.5 تربيع 16. بالآلة الحاسبة 16. يظهر الناتج يساوي 16. ثلاثة فاصل اثنين 16. في عشر والسالب 11 17. نيوتن 17. كرتان متساويتان في الكتلة 17. المسافة بين مركزيهما 18. احسب كتلة كل منهما 18. احسب كتلة كل منهما 18. اذا علمت أن قوة التجاذب بينهما 18. يساوي 6 في عشر والسالب 15 نيوتن 18. نكتب معطيات السؤال 18. الكتلة M1 تساوي الكتلة M2 18. راح نعبر عن الكتلتين بالرمز M 18. ثم المسافة بين مركز الكتلتين 18. R تساوي 15 متر 18. المطلوب إيجاد كتلة كل من الكرتين 18. إذا نكتب القانون 18. F يساوي G M1 M2 على R تربيع 18. وحيث أن M1 و M2 عبرنا عنهم بالرمز M 18. فيصبح القانون F يساوي G M ضرب M تقسيم R تربيع 18. و M ضرب M راح يصبح عندي M تربيع 18. فيصبح الشكل النهائي للقانون F يساوي G M تربيع تقسيم R تربيع 18. وبما أننا نريد إيجاد كتلة كل من الكرتين 18. يعني M 18. إذن راح نقوم بعملية الضرب التبادلي 18. وتبديل القانون لنحصل على قيمة M تربيع تساوي 18. F R تربيع تقسيم LG 18. ثم نقوم بالتعويض F تساوي 6 في 10 والسالب 15 ضرب المسافة R 15 تربيع تقسيم LG 6.67 في 10 والسالب 11 إذن تصبح M تربيع تساوي 0.02 كيلو جرام 18. ثم نوجد كتلة كل من الكرتين 19. يعني نوجد كتلة M 19. لذلك نضع الجذر عشان نشيل التربيع 19. فنضع الجذر على M تربيع 20. والجذر على 0.02 20. جذر M تربيع راح يصبح عندي M 20. وجذر 0.02 راح يساوي 0.142 بوحدة الكيلو جرام إذن كتلة كل من الكرتين يساوي 0.142 كيلو جرام 3. احسب كتلة الكرة B إذا علمت أن كتلة الكرة A تساوي 5 كيلو جرام وقوة التجاذب الكتلي بينهما تساوي 16.67 في 10 والسالب 11 نيوتن والمسافة بينهما تساوي 2 متر نكتب معطيات السؤال في السؤال عبر عن الكرتين بالرمز A والرمز B لذلك تكون كتلة الكرة A يعني M A تساوي 5 كيلو جرام والقوة F تساوي 16.67 في 10 والسالب 11 نيوتن والمسافة بين مركز الكرتين R تساوي 2 متر المطلوب إيجاد كتلة الكرة B نكتب القانون F تساوي G M A M B تقسيم R تربيع وبما أننا نريد إيجاد الكتلة M B نضرب ضرب تبادلي ليصبح القانون كالتالي M B تساوي F R تربيع تقسيم G في M A ثم نقوم بالتعويض القوة F تساوي 16.67 في 10 والسالب 11 ضرب المسافة R 2 تربيع تقسيم G تساوي 6.67 في 10 والسالب 11 ضرب كتلة الكرة A 5 بالآلة الحاسبة فإن كتلة الكرة B تساوي 2 كيلو جرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر